سجل محمد صلاح نجم منتخب مصر هدف التعادل للفراعنة في مواجهة موزنبيق التي جمعت بينهما في افتتاح لقاءات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية ليرتقي للمركز الرابع في ترتيب هداف المنتخب الوطني التاريخيين بالبطولة القرية وأحرز محمد صلاح هدفه السابع في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا ليتفوق على محمد أبو تريكت الذي سجل ست أهداف فقط ولعب صلاح تسع عشر مباراة في كأس أمم أفريقيا حتى الآن مع منتخب مصر سجل خلالها سبع أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه ونجح صلاح في معادلة رقم الثنائي طاهر أبو زيد وعلي أبو جريشك حيث يمتلك كلا منهما سبع أهداف بكأس الأمم الأفريقية حيث سجل الأول أهدافه في نسختي 1984 و1986 بينما أحرز الثاني أهدافه في بطولتي 1970 و1974 وما زال محمد صلاح يحلم بكسر المزيد من الأرقام التاريخية مع الفراعنة حيث يفصله هدف عن معادلة أحمد حسن صاحب المركز الثالث برصيد ثمانية أهداف ويتربع حسن الشاذلي على صدارة هداف منتخب مصر في أمم أفريقيا عبر التاريخ برصيد 12 هدف ويتواجد حسام حسن في المركز الثاني برصيد 11 هدفا بينما كشف مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر سبب التعادل مع موزنبيق في بداية مشوار بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 مباراة مصر وموزنبيق في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 وقال مصطفى محمد في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس بعد المباراة لا يوجد تراجع في مستوانا أمام موزنبيق وفي أفريقيا الجو يكون مختلفا والتركيز أيضا يصبح أقل وأضاف لم نتراجع أمام موزنبيق بل اتخطفنا في أول الشوطي الثان واستطعنا التعويض في النهاية وهذه هي البداية وسنعود في المباريات القادمة وأكمل مهاجم المنتخب الوطني الأفضل أن نتعلم مبكرا في مثل هذه البطولات حتى لا نقع في الخطأ في الأدوار الإقصائية وأتم أنهينا صفحة مباراة موزنبيق وسنركز على مباراة غانا ونراجع فيديوهاتهم قدر الإمكان قبل المباراة ترجمة نانسي قنقر